يعني بالنسبة وحنا نتكلم يا فندم أيضا عن طرق التوفير أو طرق نقول الاستخدام الرشيد للكهرباء إزاي ممكن نستخدم الأجهزة الكهربائية بشكل يرشد من استخدامنا للكهرباء ومن فطورة الكهرباء بصفة فندم يا حضراتي احنا ايه احنا بنعاني من فطرة اللي هي تقفيف الأحمال اللي هو كهرباء تقطع كل يوم ساعة تقريبا احنا قلنا للناس حاول ترشدوا الكهرباء لسببين انت تساعد الدولة ان انت كل ما ترشد كهرباء كل ما تقلل استهلاك الكهرباء كل ما المحطات الكهرباء ما تستهلكش كمية غاز طبيعي اكتر فكمية في الغاز الطبيعي اللي بتوفر ده انت ممكن الدولة تصدروا وتاخد بها عملة صعبة او تشغلوا في مصانع البيتراكمبيات او مصانع الاسمدة يقيموا مضافة اكتر ده للدولة ليك انت لتتقلل فطورة الكهرباء ففي اجهزة لها استهلاك كسيفة الطاقة يعني الكهرباء زي السخان الكهرباء احنا بنشوف السخان الكهرباء يجي واحد يقول لك ده الفطورة جاية عالي قوي وانا سخان الكهرباء وبشتغلوش اتقاد ما اشتغلتش سخان الكهرباء ما خدتش مسلا شوار ما استخدمتوش بس هو شغال اتساعده في الفيشة شغال سخان الكهرباء مظبوطة على درجة حرارة معينة بعد نص ساعة او ساعة بينزل درجة حرارة يروح شغال تاني حتى لو مستخدمتوش فيفضل طول اليوم لو انت بقى شهر شغال وتحلف اولا مصدقك انت استخدمتش المياه السخنة فعلا بس انت السخان بالكهرباء شغال فالنصيح لانت شيء سغل السخان بالكهرباء قبل ما تشغلو قبل ما تستعملو ربع ساعة كده او تلت ساعة خلاص استخدمتو تروح فاصله تاني يعني السخان بالكهرباء بالذات يعني ما تشغلوش اكتر من نص ساعة حسب استلاك او ساعة او ساعتين في اليوم بس مش طول اليوم ده كمان حاجة تالتة بقى غير توفير الكهرباء اللي انت بتقلل العمر الفتراضي طبعا حاجة ما بتشتغل على طول ما بتشتغل على طول العمر الفتراضي بتاعها بيقل فانت ما تشغلو ساعة في اليوم ولا ساعتين غير ما تشغلو طول اليوم هتلاقيت عايز له سيانة الهيتر اللي جوه ممكن يتحرق عايته يشتغل فبتقلل العمر الفتراضي بتاع السخانة الكهرباء صحيح طيب خطورة وضع الفيشة بشكل دائم في كوبس الكهرباء احنا بنشوف ان فيه ناس يعني حتى لو ما بتستخدموش هل ده خطر ورده وصولا برضو الحاجات تانية زي مثلا شاحن الموبايل بفضل محطوط بشكل استمرار فيه حاجات كده اه غلط اتت تسيبها يعني مثلا انت مثلا قلنا زي مازل سخان بالكهرباء اتت خلاص استعملت خط الشهور بتاعتك خلاص يبقى افصل الكهرباء بتاعته ما تسيبوش شغال الدفاية دفت المكان خلاص مش لازم تشغالها تاني بقى وخصوصا قبل ما تنام احاول قبل ما تنام ما تشغلش الدفاية اه الحاجة التلاجة اللي فروض تبقى شغالة على طول لكن مثلا الغسالة الفولة كده خلاصت مسلا ست البيت الغسيل مثلا خلاص اللي يجب تفصل الكهرباء ما تسيبش حاجة في الكهرباء شغالة على طول انها خطر يعني خصوصا دلوقتي مع فترة تخفيف الاحمال ممكن الكهرباء تيجي مع فصله وتوصيل فغلط يعني الماس الكهرباء والعجا دي المشترك المشترك اللي احنا بنجيبه ده لازم تجيبه اولا النوعية كويسة من ما اماكن وقاومة تبقى عالية بتاعته اه يعني بتتشوف الأمبير بتاعه بعدين مثلا واحد يجيب مشترك ويشغاله اقول لك انا جاي مشترك غالي من مكان كويس والله بس اه اه اتا استعمالك ليه سيء اتا شوف هاته اتا جايب المشترك ده كم شاني يا واحدة ممكن حد يسمعها للوقتي فانو يقول يعني ايه استخدام سيء المشترك لانها بتشوف ان الناس تحط التوصيلات الكهربائية مثلا في مشترك واحد او في مصدر واحد ده عادي وممكن يقول ده حسب التحمل المشترك انا اشوف الاجهزة اللي عشغال عليها اشوف الأمبير بتاعه هل عشغاله مثلا على تلفزيون LCD عشغاله على شاحن موبايل ولا عشغاله مثلا على غسالة فولة ولا على تلاجة حسب الأمبير بتاعه اتا ممكن تكون جايب مشترك غالي جدا بس الأمبير بتاعه تجابه مثلا ستة أمبير وتروح تشغاله على الغسالة للفولوتوماتيك على مكنسب الكهرباء على فوردن مايكرويب هو مايستحملش كده لكن اجيب واحد اعلى اجيب عشرة أمبير اجيب خمساشر أمبير فحسب الأمبير اتا تشوف الأمبير اللي عندك اللي عشغاله ايه تشوف اعلى أمبير اجهزة زي السخان بالكهرباء والغسالة لكن عشغاله مثلا على تلفزيون LCD او شاحن فتجيب حاجة صغيرة طبعا حنون لازم نجيب حاجات اللي هي مش تحق لما مصانع عبير السلم لازم نجيبون حاجة مضمونة تاني برضو حاجة برضو من زي وحدك قلت يعني ايه تشغيل خاطئ اللي اتا بتجيب المشترك وتحط مشترك فيه تاني تحط اللي هي الفيشة السلسية دي تحط فيه اجهزة تانية لأ مش كده فانا اتا يعني مش بالكتر اتا من غير محاجة كده احنا بنلاقي ايه يقولك ده السلك الساح ده انا كويز انا الحقيقة المشترك قبل ما يسحك انا عيعمل لحارية في البيت وما ده من التشغيل الخاطئ ليك يعني لازم تعرف المشترك اللي اتا هتجيبه كم أمبير هل هتحطه للغسالة هل هتحطه للتلفزيون وما تحطش بقى مشتركات فيه كتير تحط تلاتة اربعة اجهزة فيه خمسة يعني لأ شوف كم عين فيه بخلاص هو مخصص لتلات اجهزة بس ايه يعني وبناءا عليه نقدر ننصح الاسرة المصرية بايه في فصل الشتواح اتنين تلات اربعة مالوصل ما زي زي حقولنا بقى السخان ما تشغلوش طول اليوم تخلي بالك من الاجهزة ما تشدش الجهاز من الكبل بتاعه ما تكونش ايديك مبلولة او بتفسي الجهاز او رجلك مبلولة مثلا او واقف على ارض فيها مية دي غلط ممكن تتكهرب او ممكن تقدر الله يحصل خصوصا لو طفل صغير يعني تاني حاجة الفياش الفياش دي فيه فيه دوقتي حديثة انها بتبقى مقفولة لو هي مش مستعملة بتنزل اوتوماتيك كده فيه اطفال ساعات بتلعب في الحاجات دي غلط ممكن تتكهرب يعني او مية تخش فيها فيه ناس ما تيجي بتعمل غسيل اللي بتاعت لها مية تروح رمية مية ودخلة في الفياشة يقولك ده حصل فرقاء عو الشرز جامد لا يعني بالراحة يعني على الحاجة فاحنا بالنظام سنجيب الفياشة اللي هي الوتوماتيك اللي هي نازلة الغطة اللي هي اتدخل الجهاز تروح دخلة الفياشة مهم